اختتم سبستين لوب رالي دكار في المملكة العربية السعودية اليوم بانتصار آخر لفريق البحرين ريد إكستريم ليضمن المركز الثالث في هذا الحدث وسجل لوب وملحه فابيان لوركين بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم نجاحهما في المرحلة الخامسة من الرالي في آخر مائة وخمسة وسبعين كيلومتر والتي بدأت وانتهت في ينبع ومنح بطل العالم للراليات تسع مرات فريق البحرين ريد إكستريم فرصة قوية لتحقيق أول انتصار شامل في دكار قبل أن تؤثر مجموعة من المشاكل الملاحية والميكانيكية على مدار الحدث الذي استمر لمدة أسبوعين وغطى ما يقارب من ثمانية آلاف كيلومتر موسيقى موسيقى